تعمل ايه لو اكتشفت بالصدفة او حد بعت لك رابط لقناة ودخلت عليها ولاقيت ان القناة دي واخد اسمك زي ما هو واخد صورتك الشخصية صورة الغلاف او البنر بتاع القناة وكمان محملة فيديوهاتك وبتتعامل مع الناس على اساس انها انت طبعا اكيد موقف مش جميل ولا حد يحب ان هو يتعرض ليه ولازم ان احنا ناخد اجراء واجراء سريع كمان فد السطر الاخر يا عتال كلام رايحناك لنحمينا مره في سنة وحصرك بلاش شيطانك يخونك ويخليك تفتك انك ممكن تكون حقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي واعزائي المتابعين في كل مكان اهلا بكم في فيديو جديد وارب يكون الكل بخير ان شاء الله احنا متعودين ان ممكن من وقت للتاني حد ياخد من عندنا فيديو او اتنين وانشره على قناته وطبعا بين قصين اسمها سرقة يعني ما اسمهاش غير كده بس اني توصل بقى اني يتاخد اسمي وصورتي وصورتي الغلاف وتنسيق القناة كله وتتحمل كمان فيديوهاتي وتتعامل القناة تاني على اساسها انا نفس الشخص ده اكيد ده موقف صعب واكيد محدش يحب ان هو يتعرض لحاجة زي كده بس للاسف بقت بتحصل وانا اتفاجئت بالموضوع ده من احد الاصدقاء لما بعتلي ان هو تعرض لمشكلة زي دي تاخدت القناة او تعمل قناة باسمه وصورته وتم سرقة المحتوى بتاعه عن طريق ان بتتفتح الفيديوهات على الكمبيوتر حد بيشغل الفيديوهات على الكمبيوتر وبيصور من التليفون بيصور شاشة الكمبيوتر يعني ويصور الفيديوهات دي وبيقوم محملها على القناة اللي سرق الاسم والصورة بتاعته ويبتدي نزلها وعنده تفاعل ومشاهدات عالية زي القناة الاساسية اللي تم سرقتها والقناة دي قناة كبيرة مشكلة ان هي مش قناة صغيرة لا دي قناة كبيرة وكمان عاملة اثبات ملكية بس للأسف اليوتيوب ما حمهاش لا بعت لها اشعارات بسرقة الفيديوهات ولا اشعار ان تم انتحال هويتها بالطريقة دي طيب ايه الاجراء اللي انا ممكن اعمله عشان احمي نفسي لو حد انتحل هويتي او سرق فيديوهاتي اعمل ايه ازاي احمي فيديوهات ان حد ينسخها او ينزلها عنده وبعدين ايه الاجراء اللي انا اعمله سواء بانذار مباشر او تحذير ازاي اعمل مطالبة كونتنت اي دي زي اللي احنا بنشوفها كده لما حد فينا يحمل جزء من غنوة او فيلم عشان في المحتوى بتاعه بيقوم جيله بعدها مطالبة يقوله ده مش انذار ده مطالبة بقيود حقوق طبع ونشر والربح هيروح لصاحب الحق ده ازاي احنا كمان نقدر نعمل الموضوع ده كل ده هنتعرف عليه ان شاء الله ونقدر نحمي نفسنا هنبتدي باول حاجة وهي انتحال الهوية لو حد عمل معايا الموقف اللي انا حكيت لي لحضراتكم ده ايه اللي انا ممكن اعمله يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه زي ما اتفقنا كده وقلت ان انا اكتشفت في قناة واخدى ما شاء الله صورتي اه افترض هي دي صورة البانر بتاع القناة الاساسية التحتي واخدى اسمي واخدى صورتي الشخصية واخدى فيديوهاتي بدخل على القناة ديت وبعدين بقم رايح على كلمة لمحة والناس اللي هتبقى ماشية معايا بس من التليفون هتحولوا عرض باصدار سطح المكتب زي ما اتفقنا عشان تبقى نفس الخطوات هي هي هنروع على لمحة وبعدين هقم رايح على علامة العلم واضغط عليها بتظهر القيمة فيها اختيارات ما علينا من الاختيارات دي نبقى نتكلم عليها في فيديوهات تانية هروع على ابلاغ عن المستخدم وبضغط عليها بتظهر معايا القيمة ديت ما علينا من الاختيارات الموجودة دي هنبقى نتكلم عنها في فيديوهات تانية عشان بس ما نطولش الفيديو انا الاختيار المهم بالنسبة لي دلوقتي انتحال هوية ولما بقف عنده كده بيبتدي يشرحولي ان دوت كده ان لو في حد خد تنسيق القناة بتاحتك سواء الاسم او الانوان او البنر وابتدى ياخد كمان فيديوهات منك ويتفعل مع المشتركين على اساس ان انت هو فانت مطالب به الاجراء ده فبنعلم على انتحال هوية بعدها بيظهر كده السهم ده اللي هو ذكر احد الاسباب لما بضغط عليه بيجي لي اختيارين هذه القناة تنتحل هويتي وهذه القناة تنتحل هوية مستخدم اخر هنحتاج الاختيارين دول بس خلينا الاول في اول اختيار اللي هو هذه القناة تنتحل هويتي وبضغط عليها بعدها منبشرة واضغط على كلمة بقى التالي بيظهر معايا النفذة دي قبل ما بضغط على ارسال بيقول لي مديني كده مربع وملاحظات اضافية هكتب فيها الفقرة دي عشان الفقرة دي تسرع معايا ان اليوتيوب ياخد اجراء بافل القناة دي طيب والفقرة دي انا هسيبها برضو في صندوق الوصف على اساس الناس تعمل لها كوبيبست على طول وما تتعبش نفسها هقول ايه بقى في الفقرة دي هقول تم انتحال هويتي من خلال هذه القناة عن طريق استخدام ونسخ التنسيق الخاص لقناتي بالزبط بدءا من اسم القناة وصورتي الشخصية وغلاف القناة وتحميل فيديوهاتي دون اذن مني والتفاعل مع المتابعين كأن من يقوم بهذا هو انا وهذا رابط قناتي وابتدي احط الرابط وبعدين اقول ارجو اتخاذ ما يلزم وبعد كده اضغط على كلمة ارسال وبعد ما بضغط على ارسال يبقى انا كده اتخاذت الاجراء المطلوب مني كقناة للأسف اتسرق منها اسمها وتسرق منها الصورة الشخصية وتسرق منها البنر وتعامل قناة عموما يعني وانتحل بها شخصيتي وابتدي يتعامل مع الناس على اساس ان انا هو فانا اخد الاجراء ده حتى كمان لو محملش فيديوهات من عندي انه اكتفى بس بسرقة انتحل شخصيتي او ما عامل برضو نفس الاجراء ده وبعد ما بضغط بقى على ارسال وتعملت البلاغ افضل اعمل كده كل يوم ما عملوش مرة واحدة بس اعمله مرة واثنين وثلاثة لغاية ما لاقي القناة دي اليوتيوب حزفها وخد معها الاجراء اللازم وبعد كده بقى هيجي دور المتابعين او المشتركين عندي في القناة انه هما يبتدوا برضو يعملوا ابلاغات على القناة دي بحيث لما اليوتيوب يلاقي كمية بلاغات مرة واحدة على القناة دي بانتحال هوية ياخد الاجراء بسرعة بمعنى انا دلوقتي هقوم رايح انا كصاحب القناة المتدررة هقوم عامل لاما اعمل فيديو او بصت على المنتدى واقول ان في قناة سرقت اسمي وصورتي وكل حاجة او انتحلت شخصيتي وعملت قناة وبتخدع الناس بها وانا يا جماعة مش القناة دي وامحاطة رابط القناة اللي هي سرقتني احط الرابط بتاعها واطلب من المشتركين زي ما قلت سواء في فيديو او في بصت على المنتدى انه هما يدخلوا على القناة ويعملوا ابلاغ بانتحال الهوية هيعملوا ابلاغ بانتحال الهوية ازاي بنفس الطريقة دي هيقوموا داخلين وبرضو لو فرضا انا كصاحب القناة مش قادر اعمل فيديو ممكن تحط الرابط بتاع الفيديو بتاعه والله مش بقول كده عشان مشاهدات انا بتكلم لو مش في استطاعتك هتعمل فيديو للناس تشرح لهم ازاي يعملوا بلاغ في القناة بانتحال الهوية تحط الرابط بتاع الفيديو بتاعه وتطلب منه يدخلوا على الرابط الاول بتاع الفيديو الخاص بيه يشوفوا الطريقة وبعدين يقوموا راحين على رابط القناة اللي هي انتحالة هويتك فلما هيدخلوا بنفس الطريقة برضو هموا راحين على لمحة وبعدين علامة العلم او رمز العلم ويدغطوا عليه ومن القيمة دي هقوموا راحين بنفس الطريقة على الابلاغ عن مستخدم وهنيجي بقى في النقطة الاختيارات برضو هيعلموا على انتحال الهوية وذكر الاسباب بقى هنختار السبب التاني ده بالنسبة للمتابعين وانت كصاحب قناة لو عندك حسابات اعمل بيها ابلاغات هنختار بقى هذه القناة تنتحل هوية مستخدم اخر وهنقوم معلمين عليها هتتفتح معانا بقى النفذة دي في الاول بيطلب مني ان انا احط رابط القناة هنقوم حطين هيحط رابط القناة بتحتي اللي هي تم انتحال هويتها فيقوم بعد ما هيحط رابط القناة بتحتها مضغطين على كلمة التالي هيتفتح معاهم نفس النفذة اللي هي فيها ملاحظات اضافية هيقوم مكتبين فيها الفقرة دي وبرضو هسيبها فيه صندوق الوصف تم انتحال هوية هذه القناة التي تم وضع الرابط الخاص بها من قبل هذه القناة عن طريق استخدام اسم القناة والصورة الشخصية والبنر وخداع المتابعين وبعدين يقوم مضغطين على كلمة ارسال طبعا لما هيبقى عندي مشتركين من قناتي اللي هي تم سرقتها ويعملوا ابلاغات بالطريقة دي وكمية ابلاغات كبيرة تروح مرة واحدة على القناة للأسف اللي سرقتني وسرقت تعبي ومجهودي بالطريقة دي بعدها اليوتيوب طبعا هيسرع في اتخاذ الاجراء بحزف القناة دي ده كده المطلوب مني في حالة ان انا اكتشفت ان حد انتحال هويتي بالطريقة دي يبقى فاضل معايا بعد كده لو جالي اشعارات ان في قناة واخدت مني فيديوهات او حتى ما عرفش و اكتشفت بالصدفة اعمل ايه وازاي امنع ان حد ينسخ الفيديوهات بتاعتي بعد كده وكمان ازاي اقدر استغل ميزة زي ما احنا كده لما بنيجي نرفع فيديو ولا حاجة ويجينا مطالبة على طول ويقول لنا هي مش انذار بس صاحب الحق ده هياخد هو الارباح برضو ازاي احنا كمان نقدر نعمل على قناتنا بس ان شاء الله يبقى فيديوهات تانية عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده ويا رب بكون قدرت افتكم وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة